السلام عليكم ازيكوا شبابا اعملين يا ربو كلكم تكونوا بخير معاكم ساعدة ودي حلقة جديدة من جريم سول احنا بنحضر هنا عشان ندخل للجيت كيبر اول مرة ندخل له طبعا الجيت كيبر ده لما بنقتله بناخد منه المفتاح اللي بندخل بيد دونجون اللي المغارة دي اللي بتبقى فيها لوت كويس يعني واسلحة جامدة وكده عندنا مهمة ان احنا نقتله بس المهمة كانت عايزة ان احنا نقتله من غير هو بيطلع ديابة كده كل 10 ثواني او كل 15 ثانية بس المهمة ان احنا كنا نقتله من غير الديابة دي ما تضربنا خالص فهي صعب علينا المهمة دي دلوقتي بس احنا رحنا نقتله يعني نجرب كده اول حاجة انت بتعمل سنيك عليه افضل طريقة يعني انك تقتله بيها بتعمل سنيك عليه وبعد كده تاخده كده تمشي زي ما ما باين في الفيديو يعدي على الافخاخ دي كلها طبعا كل فخ من ده وبيعدي عليه بنقص له دمه فاحنا بنستفاد بالكام فخ اللي هو عنده في الارض دوله خليه يعدي عليهم كده بنقص له دمه شوية خليه يعدي علي كل الافخاخ لحد ما يخلصهم خالص بقا كل عشر ثواني بييجي لنا اتنين من الديابة بتوعه دول بس مش مسكرة يعني بن بنموتهم لحد ما هو ايه يخلص على الفخاخ دي ويتدمج يعني يعتبر نص دمه بيروح فيها وبعد كده بندخل عليه بقا عشان هو اتضربه بتاعته جمدة يعني بينقص من دمنا كتير بعد ما يخلص على الافخاخ دي بقا بنبدل نخلي بالنا من الدم بتاعنا وبنروح نضربه وكل ما الديابة تطلع بنبعد عنه شوية هو يعني يعتبر من البص السهل يعني مش من الوحوش الجمدة الكبيرة بس برضو لازم تاخد بالك وانت بتلعبه بتجايب كم بدل عشان البيتة اللي كلها اللي عندي دلوقتي الديورة بتاعتها واقعة كنت جايب بقا كم سلاح برضو السلاح اهو الكسر فبقا هناخد سلاح تاني هو ده المفروض بالخريطة دي بتيجي كل 24 ساعة مفروض كل 24 ساعة تيجي تقتله وتاخد المفتاح تشيله عندك لان المفتاح ده مش لازم تدخل بي بقا انت بتجمع المفاتيح وتدخل بيها في اي وقت عادي الدونجون المغاردي معنى الاسلحة اللي معانا دي كلها احنا لقيينها اصلا في الارض المستوى الاول وارض المستوى التاني بنلاقيها في السنة دي حتى لما بنقتله برضو بنلاقي معا سلاح وبنلاقي معا شوية حاجات بجانب المفتاح يعني بتاع الدونجون ولقينا معا عشان احنا اول مرة نقتله لقينا معا الخريطة بتاع الدونجون ولقينا معا لبسة وحاجات كل يوم بتيجي تقتله وبتاخد منه شوية الحاجات دول وبتاخد المفتاح تشيله عشان نهم حاجة المفتاح لو معاك كمان سلاح من اللي هو بيدرب من بعيد بيبقى افضل بس اكتر الاسلحة اللي بتدرب من بعيد بتبقى يعني لما نروح الارض المستوى التالت وارض المستوى الرابع وكده بتلاقيه في السنة دي عادي طالعلينا واحنا برا كده طالعلينا ارض جديدة انا اول مرة شوفها قلت روح ابص فيها بصة كده انا معرفش ايه اصلا يعني عبارة عن ايه روحت برضو يعني بس لقيتها صعبة جدا مش عارف حتى الوحش بيحاول اضربه ما بيتضربش اسمها بربريان كامب فنخلنا لقينا برضو وحش زي الجيت كيبر كده بالزبط بس ملون ولقينا فيها ناس بتضرب اسهم اللي عايزة كوس عشان تضربها بس يعني مشكلة مش في القاسهم المشكلة في الجيت كيبر ذات نفسه يعني حاولنا نضرب الاسلحة اللي معانا بس دمه بينقص بسيط خالص عايز عايز سلاح جامد حاولنا برضو نلف لفة كده لان انا اول مرة ادخل للخريطة دي فلفتها كلها ملقيتش فيها للوت ولا اي حاجة وتقريبا نازم تقتله الاول او كده حاولت الف الخريطة كلها برضو اشوف عشان لو فيها حاجة تتلوت مثلا صندوق او حاجة ممكن نلوته ونستفاد منه ملاقيتش خالص واللي هو طبعا اللي بيدرب اسهم ده عملا يدمش فينا يعني بيدمش فينا وبيخلي فينا بايزون كده الدم بين اصل واحده الموضوع كان صعب جدا نفيت الخريطة كلها هو طبعا ماشي ورايا وفيه حوش برضو اللي هي بتضرب الدربة الجامدة دي في الخريطة بس قدامي انا اكيد هنجيب اسلحة جامدة وهندخله تانين الحد عنده معلومة عن الارض دي بتاخيرها ايه او اللوت بتاعها ايه بيقول دينا انا لفيت الارض كلها هو زي ما انتم شايفين ولا لقيت سنديق ولا لقيت اي حاجة هو الارض تقريبا ما فيهاش غير البوس الكبير ده زنقنا هنا طبعا كان هيموتنا بس انا حاولت ايه نخلع منه فكانت خريطة صعبة يعني ديعنا فيها شوية الدم بس مش مشكلة احنا معنا كتير يعني مجمعين كتير في البيت احنا معنا كتير في البيت بعد ما خلصنا بقى وطلعنا من الارض دي راحنا بقى نلف لفة كده في سكال 1 وسكال 2 وبدأ نشوف اي صندوق نلمه نعوض اللي احنا ضيعناه في الارض اللي فاتت دي السورة لويتنا كام صندوق وجبنا كام حاجة وقفلنا الحلقة على كده اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة